السلام عليكم. تجربة جديدة حابب اشاركها معكم. يا رب تستفيدوا منها. ازاي تغير الظرف بتاع الشينيور. سواء الظرف ده باز وعايز تجيب واحد مكانه. او تستعمل ظرف آآ تاني بالشكل ده مختلف شوية. الحقيقة هم خطوتين آآ بس. الخطوة الاولانية في عندي هنا. هتلاقي مصمار هنا تثبيت في الداخل. هنفكه. اهم حاجة في ايه? ان هو بيفكي مين? يعني انا لو انا عايز افكه اربط. اللي هو في الوقت هو الطبيعي. كده. كده بيتفك معي. اهو. ادي المصمار بتاعي اللي كان هنا. يبقى انا اول حاجة افكيتها. افكيت المصمار ده. تاني حاجة ان انا ابدأ اجيب. اجيب اه اجيب الجزء بتاعي ده كده. اهو. وادي له اي خبطة خبطة خفيفة كده. اهو. اتبصت لاقي ايه? اتفك معاك بسهولة جدا اهو. ونجيب التاني اللي هو الظرف التاني السهل بتاعنا. ونبدأ ان نركبه. اهو. ركب معي بمنطقة البساطة اللي في الدنيا. اهو. ونبدأ ان نركب المصمار بتاعي. خلي بالك ان هو بيربط شمال بالعكس. يعني انا لما اجي اربط اربط كده. ده الحرضك. دي خطوة مهمة جدا عندي. يبقى هو كده اتربط بالنسبة لي. الظرف الاديم بتاعه. وده الظرف الجديد. طبعا مثل الظرف ده وان انا ايه? بسهولة جدا. اركب البنطة وتربط عليها. كده خلاص. منتج محتاج الادا دي. حاجة اخيرة حابة اقولها لحضراتكم. ان في اه بعض الاجهزة بيبقى فيه هنا اه مكان ليه مفتاح زي ده كده. فانا ممكن امسك المفتاح ده بحيس ان انا اثبت الظرف. اه اه وفكه بابنتها السهولة. وبكده يبقى فيديو بتاعنا انتهى. ونشوفك ان شاء الله في بداية قادمة. سلام عليكم. موسيقى